موسيقى العقد الدولي للتنمية الثقافية أحد أهم العقود الأمم المتحدة اهتمت بيها وخصصت عشر سنوات لهذا الأمر لأن لو ركزنا شوية هنلاقي أن إحداث التنمية الشاملة في أي قطاع بيعتمد على التنمية الثقافية الفكر والثقافة والتعليم والقدرة على اتخاذ اتجاه معين وتكوين اتجاه أو رأي معين كل ده لو يعني بصنا شوية كده بشيء من التركيز على مسبباته هنلاقيه وهنرجعه للثقافة عشان كده الأمم المتحدة أطلقت هذا العقد عقد التنمية الدولي أو العقد الدولي للتنمية الثقافية وحاولت من خلاله أن هي يعني تبذل قصارى جهدها مع الدول المعنية والمؤسسات الدولية وطبعا الأمم المتحدة لها مؤسسة أو منظمة دولية معنية بهذا الأمر هي اليونسكو المنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتنمية وإحداث التنمية في دول مختلفة وبالتالي أصبح موضوع التنمية الثقافية وإحداث هذا الأمر شيء يعني أساسي هنعرف يعني ملامح لهذا العقد وأهمية التنمية الثقافية في مصر والدور اللي مرجو منها من خلال اللقاء اللي هنجري في فقرتنا الرئيسية في أيامنا خليكم دايما معنا ما يوجد نوال الدولة للشخص الدولة لقد تُغل وحب نتخل من الويضة وأساسي جاء يُعرف عدل على شخص يستفق وهو الذي يجب أن يفعل شخص البيض منين يقتل من البيض منوال يُعرفів منين لكن يحب المجلوب يحب الأحدى وحباباً ليس لهم الذي يحب الله في أجل النيد هو أن يكون أننا أحداً جميع وفقاً وفقاً لنمس إلى بشرك المنزل وفقاً على أبيان لأننا جميعنا وأنه كنا نفكر إنه مغلق، إنه مغلق. إنها كل هذه الأوروات هي على الأرض. فلما يكونون أفضل أنه لا يهتمعا كلها. فإن لدينا كلها الكثير من الوقت. فأنت أريد أن تفاومون القليل. وأنت بالداخل الأشخاص، ولدئات البحث. إن استخطاقيهم. وهي فهي بانرجات التسليمية يجب ان يكون لاناً تخزم بين المعاضيسينات. يجب أن يجب أن نحصل على مرحب الأحلام في المعاضي الإعادة والضغير في التشبب. أعتقد أن الأعلى منتجسيه في هذا السي огрاضي كان الهولوجات الأخيرة، في بداية الأشياء ، ولنجسوا الناس مختلفة وحيظة الغراء تقتل ده أعب الطائق الأخرين ومتباره هذا الهولاء وأنه سعيده يتصل بإجراء أو تساول. ¿Os sentís parte de la humanidad? Si os sentís parte de la humanidad ¿Os sentís hermano mío? Y si os sentís hermano mío ¿Me queréis? Entonces yo os devuelvo la pregunta Y yo os quiero a vosotros ¿Qué es lo que se ha hecho? Aهلا بكل مشاهدين فقرتنا الرئيسية النهاردة معانا في أيامنا عن عقد التنمية الثقافية ويعني مفهوم التنمية الحقيقة مفهوم يعني بيمتد ليشمل نواحي كتير في حياتنا هناخد الجانب الثقافي النهاردة كجانب من أهم جوانب التنمية واللي في الحقيقة هو الجانب اللي بيبنى عليه لإني بيعتمد على البشر والبشر هم القادرين على إحتاث التغيير والطفرة في حياة الشعوب بأي حال من الأحوال يسعدنا ويشرفنا أن يصحبنا في هذا الطرح المهم النهاردة في أيامنا أستاذ الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف والوكيل السابق لوزارة الثقافة أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا يعني الحقيقة مفهوم الثقافة والمثقفين ده مفهوم حصل فيه خصوصا في الفترة الأخيرة يعني الكثير من اللابس ممكن حضرتك كده ببساطة قبل ما ندخل في التنمية الثقافية وأهميتها والعالم كله بينظر إليها إزاي وفي بلدنا كمان اللي بيحدث فيها تعرفنا على مفهوم المثقف وإزاي نفرق بين المثقف الحقيقي ومدعي الثقافة بشكر حضرتك جدا وبشكر الإعداد على هذا اللقاء اللي بيعتبره واحد من أهم اللقاءات لأنه أولا بيؤكد على التنمية اللي بتتم في مصر الآن خاصة المشروعات الضقمة اللي احنا بنشاهدها خاصة المشروعات اللي بتقام الآن لربط الوادي والدلتا ومدن القناة بالأم الكبيرة سيناء اللي هي جزء وضلع رئيس داخل مصر بشكل عام وبالتالي حينما نقول تنمية على صعيد أرض كمان لازم تنمية على صعيد فكر على صعيد ثقافة وهذا يعني يعطينا الفرصة أن نتحدث عن يعني المصطلح المثقف أو مصطلح الإنسان الذي يمتلك وعيا ويمتلك إدراكا ويمتلك موسوعية في المعرفة بالتحديد ولكن هناك الكثير من المثقفين أو من الذين يمتلكون معرفة ولكن ربما تخنهم أو يخنهم فكرة الوعي بما يحدث بمعنى أننا نبغي أن نربط ما بين المعرفة ما بين الإدراك وبين الوعي بما يحدث في هذه اللحظة الاستثنائية لا أقول في تاريخ مصر ولكن أيضا أقول في تاريخ المنطقة العربية بل والعالم العالم ككل بيشهد يعني ما يعرف بالغزو الإرهابي إن جاز لي أن أقول ذلك هذا يحتاج إلى شكل خاص من المثقف وأؤكد على أن المثقف العضوي الذي أنا أقصده بقى اليوم وليس المثقف الذي مجرد يقرأ مجموعة من الكتب أو يمتلك موسوعية فيها المعرفة فقط ولا يحاول أن ينخرط داخل يعني طينة الشعب المصري بشكل أو بآخر لا يحاول أن يفيد الفئات المختلفة خاصة الشرائح البسيطة من مجتمعنا المصري بما امتلكوا من معرفة وما امتلكوا من خبرات هو يمتلكها لنفسه فقط ولكن وجهة نظري المتواضعة هو أن المثقف الحقيقي الذي يفيد من خبراته والذي يمتلك معرفة يمتلك علوم كثيرة جدا وأيضا لديه الإدراك بإفادة الشعب المصري يعني أعتقد هو ده المحور اللي نقدر نوضحه لمشاهدين الفرق ما بين هذا وذاك أنه مثقف مؤثر في المجتمع أو هو يعني يفيد يفيد نفسه فقط يعني الاستفادة بيطاقع في نطاق ضيق أو إذا كان له مجموعة من الأصدقاء بيعودوا على قهوة أو صالون ثقافي أو ما شابه ذلك يعني بتبقى استفادة محدودة ده صحيح وده بالمناسبة ده خطر بشكل أو بآخر لأنه احنا عارفين أن المجتمعنا المصري رغم ما يمتلكه من خبرات ويمتلكه من حضارة يمتلكه هناك شرائح ربما موجودة في بعض المناطق البعيدة عن المركز والمحافظات في الأقاليم هي في احتياج إلى ما يعرف بالوعي الثقافي وأنا أعتقد هنا يكمن دور المثقف ودور المؤسسة الثقافية في مصر بالتحديد بمعنى أنه لازم أجنحة وزارة الثقافة المصرية ومن أهم الأجنحة فيها هو المثقف المصري بشكل خاص إلى جانب المؤسسات الثقافية كانت قصور الثقافة الهيئة العم الكتاب وصندوق التنمية المركز القومي الترجمة المجلس الأعلى المؤسسات المعنية بالثقافة إلى جانب المجتمع المدني الجامعيات الأهلية الخاصة بالثقافة النقابات كل هذا يصب فيه من وجهة نظري ينبغي أن يصب فيه استراتيجية أولا استراتيجية الفكرة الفهم يعني كيف نثقف شعبنا بشرائحه المختلفة لأن الثقافة ليست معناها الجهل الثقافة معناها فكرة الوعي والإدراك إن كان على صعيد سياسي ونحن بنشهد أن منطقة الشرق الأوسط بالتحديد هي منطقة ملتهبة هي في احتياج إلى أن نوعي شعبنا نوعي الفئات المختلفة خاصة الفئات اللي بتعاني من أمية قرائية وأمية في مشكلات دكتور شريف نعم إزاي يكون هذا الوعي الثقافي يتجه لمصلحة الوطن يعني ما يكونش المثقف أو من لديه الوعي ده وكون أعراء يتم الاستفادة به في عكس المصلحة القومية للوطن أو يتم استخدامه من خلال آليات مختلفة لعكس ما هو في مصلحة الوطن وصولا للمواطن نفسه وإحنا داخلين على يعني الانتخابات الرئاسية وهمية أن المواطن يبقى فاهم ويبقى واعي ومثقف إزاي وطنه يعني يحافظ عليه وإزاي يقدر أنه هو يضع في المكانة السليمة المواطن الصود ده فقط اسمح لي أقول أننا نحن جميعا مسؤولون عن هذا الشعب خاصة المثقف اللي بيمتلك المعرفة ويمتلك الرؤية هو مسؤول مسؤولية يعني كبيرة جدا في أنه يعطي الوعي ويعطي المعرفة ويعطي الإدراك للشرائح البسيطة واسمح لي أقول حتى لا أركز على هذه الشريحة فقط أيضا الشباب في الجمع هم محتاجون إلى هذا المثقف الطالب في المدرسة هو محتاج إلى هذا المثقف ليس فقط الأستاذ الجميعي وليس فقط المدرس نحن محتاجون إلى مثقف عضوي ينخرط في الشارع المصري بشكل أو بآخر وربما لي قولة شهيرة هو أنه ينبغي أن تكون وزارة الثقافة بشكل دائب يا وزارة الشارع بمعنى كيف تنخرط هذه المكاتب وهذه المؤسسات بكل فئات الشعب المصري خاصة في المحافظات المختلفة حتى لا يستقطب شبابنا بشكل أو بآخر أو حتى طلابنا الصغار في المدرس بشكل أو بآخر دور المثقف من وجهة نظره لا يقمن فقط في مسألة الإبداع نحن بالمناسبة لازم نؤكد على أن المثقف المصري لعب أدوار مهمة عبر التاريخ المصري خاصة التاريخ المعاصر وأتذكر الآن في 11 يناير دوره الفعل والإيجابي في حماية الدولة المصرية ومساندة الدولة المصرية وفهمه المبكر والاستثناء واستشرافه بأن في تغيرات على الأرض ستحدث على صعيد سياسي ومن ثم على صعيد اجتماعي وصعيد فكري بشكل عام دور المثقف إيجابي ولكن نحن في احتياج خاصة في ظل فترة بنعيش فيها فيها توطرات فيها إرهاب بشكل أو بآخر حتى الإرهاب الفكري هو موجود بشكل أو بآخر وبيصدر من دول خارج مصر ومن بعض الناس داخل مصر يعني في استهداف يعني الفجوة اللي موجودة بين لغة المثقفين ولغة مش عايزة أقول العامة لإني البسطاء من أهلين في بعض الأحيان الناس البسطاء دول بيكون لديهم من الثقافة ثقافة الحياة وخبرة الحياة ما يفوق اللي أرى مئات الكتب لكن هنا بنجد أن فيه فجوة يعني تلاقي حتى اللغة مختلفة التواصل مختلف لما يجي يتكلم المثقفين بتجد أن العامة أو رجل الشارع بينفر إزاي لغة المثقف الفاهم الواعي تصل لرجل الشارع ببساطة ويتفاعل معه أولا يعني المثقف القارئ الواعي هذا لازم يبقى عنده وعي وقراءة للشارع المصري أولا إيه القضايا المعقدة في الشارع المصري إيه اللي بيهتمي به الشباب وبيهتمي به الشعب بشكل الفئات البسيطة بتهتمي بإيه أنا أعتقد أن المثقف الحقيقي لدي الخبرة الكافية في التواصل بشكل أو بآخر مع الفئات من أهلين البسطاء خاصة وطلبة الجامعات والمدارس لأنه عبقرية المثقف بتكبن في أنه يمتلك العديد من الخطابات يعني هناك خطاب للنخبة ينبغي هنا يثبت أنه مثقف وأنه واعي وعنده رؤية وعنده استراتيجية أيضا البسطاء لازم نبسط لهم المصطلحات الضخمة أو المعقدة دي نتكلم معهم بلغتهم نتكلم معهم عبر جسر تواصل لغوي بسيط تصل إليهم ما يحدث في بصر الآن أنت عند حضرك مشروعات ربما الناس كلنا بنقول الأكل ونقول الشرب ونقول الزيت ونقول السكر ولكن كمان لازم يدرك المثقف ويدرك أيضا رجل الشارع أنه فيه مخاطر فيه تحديات جمع لازم نساند بشكل أو بآخر لازم نفتح العقول بشكل أو بآخر لأنه التنمية الحقيقية من وجهة نظرة إلى جانب التنمية العظيمة اللي بتتم الآن في مصر أيضا تنمية العقل البشري تنمية الإنسان بشكل عقل وصلنا لمحور الكلام وهو إحداث التنمية الثقافية صحيح ما هو المطلوب لإحداث التنمية الثقافية لازم كده نعترف أنه كانت أحوالنا وأحوال أسد زيتنا وأبهاتنا وأجدادنا ربما في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي الحالة والحراك الثقافي اللي كان موجود الإبداع اللي كان بيحدث في كافة أوجه الفنون في مصر يعني كل ده احنا محتاجين إن احنا نعود إليه مرة تانية هرجع أعرف رأي حضرتك في هذا الشأن بس عندنا تقرير نشوف كمان فيه رأي الناس على أهمية التنمية الثقافية وإحداثها نشوف الناس فاهمين يعني إيه تنمية الثقافية وأهمية أن يكون عندنا فعلا خطوات بتجرى وخطوات تنفيذية في هذا الشأن ولا لا نشوف التقرير وارجع لنا مرة تانية في أيامنا المجتمع المصري محتاج جدا للثقافة لأنها شيء مهم جدا 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 وأعتقد إن الشعوب للثقافة عندها عالية أو حتى التعليم بصفة عامة عالي بتبقى شعوب متقدمة جدا وده دور مهم جدا 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 طبعا الثقافة لها دور كبير جدا في تنمية المجتمع المصري لها دور في مواكبة العصر الثقافة دي تكاد تكون مقتصرة في المجتمع المصري على الإنترنت بس يعني ثقافة قرية الكتب التوجه للتعليم بشكل عام بقت قليلة من ذلك أو الثقافة لا ألوان يعني ثقافة نشأة الفرد ثقافة إنك تدير العمل ثقافة إنك أنت تساير حضارتك المرتبط ترتبط بالقديم بالجديد تبقى حاجة تمرتبطها بحيث إن البناء ده ما تخلاش عن مبادئه وأصوله والكلام ده ده لها أهمية قصوى لأن من غير ثقافة بنبقى بلا وعي بنرجع للعصور اللي هي الجاهلية فده لابد من تنمية الثقافة في مجتمعنا وعودة قصور الثقافة للمدن والقرى والنجوع لو جاءنا مثلا نتكلمنا عن ندوات اللي بتتعمل سواء كانت بتعمل في المدينة هنا أو بتعمل في القرى أو في الأرياف هنلاقي إن إحنا محتاجين الحاجات دي بشكل أكبر لأننا بنيجي نبص على المجتمع من مصر بتاعنا حاجات كتير محتاجة في الثقافة بتاعتنا محتاجة تتغير سواء كانت من ناحية التعاون في التعليم أو تعاون مع القراءة أصلاً أو من ناحية الجواز أو من ناحية الطلاق كل ده مشكلة ثقافة مجرد النجاح بالعلم بس إنما الحفاظ على النجاح ده بالثقافة هو ده الفرق البسيط أو الشارة بسيط تمامين العلم والتعليم اللي بيحصل في مصر وبين الثقافة هنا هو ده إحنا بننجح في بعض المجالات بس ما بنضعش نحافز زي عماش الشراء زي بيترو أنفاء مثلا هبدل حقاً على سبيل المثال إحنا نجحنا وتقدمنا خمسين ومئة وخمسين سنة لقدام هل حفاظنا عن النجاح ده؟ الثقافة شعب رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنستكمل أيامنا النهاردة عن التنمية الثقافية وأهميتها في حياتنا وضفنا اللي بيشرفنا أستاذ الدكتور شيف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف ووكيل وزارة الثقافة السابق يعني تبعنا التأرير مع حضراتك الدكتور كنا نقفين قبل ما نطلع التأرير على جزئية إزاي نعيد الوجه الحضاري والثقافي والفكري من خلال إنجاز التعبير المقياس وهو ناتج الفنون المصرية من كتابات ورواية وأدب وحتى شعر مصرح سينما كل هذه الأمور اللي كانت يعني إذا قلنا يعني أحسن حالتها كانت في الخمسينيات والستينيات صحيح عايزين نعيد هذا الأمر بعض الشباب اللي شوية بيدخل في تفاصيل الحياة في هذا التوقيت في مصر كان بيتمنى أنه هو يعيش في هذا الجيل صحيح يعني إحنا محتاجين المصريين هم المصريين محتاجين نحن نعيد هذا البريق لوجه الثقافة في مصر طبعا في البداية يعني هذا السؤال المهم اسمح لأقول أنه مصر يعني مفعمة بمسألة الخطابات الثقافية المختلفة إن كان على صعيد فنون فنون استعرضية كل محافظة في مصر عندها فنون مختلفة إن كان أهلنا في النوبة إن كان في سينة إن كان في الصعيد بشكل عام إن كان في بحري وبالتالي حضرتك عندك تنوع في مسألة الفنون السرادية والثقافية بشكل عام لديك كتاب على مستوى راق جدا إن كان من الأسلزة الكبار من الجيل الوسط من الشباب اللي يعني بيتحفون في كل منظور محافظة ولا حاجة في أسماء مهمة شبابية جديدة بتكتب رواية وقصة قصيرة ومصرحية ونوبيلة أنواع أدبية مغيرة ولكن هم أولا في احتياج إلى حركة نقدية تستطيع أن تستوعب هذا الزخم اللي موجود من الإنتاج شيء الآخر إنه دور قصور الثقافة كضلع وكيد طولة بالنسبة لوزارة الثقافة في كل المحافظات وفي كل القرى وما إلى ذلك لأنه عندها أكثر من 500 بيت وقصر الثقافة وبالتالي ينبغي أن تصل هذه القصور بشكل أو بآخر خاصة إذا أنشأنا ما يعرف بالمحرك الثقافي لازم نحول الموظف البريقراطي اللي ما عندهوش ربما خبرات ثقافية على الأرض نعطي بجانبه أو ننشئ بجانبه ما يعرف بالمحرك الثقافي لازم يكون حد عنده خبرات ثقافية مارس العمل الثقافي عنده خبرات في الأنشطة بشكل أو بآخر يكون هو الوسيط الثقافي المحرك الثقافي ما بين المؤسسة الثقافية المصرية وما بين الأرض القرية النجعة المحافظات المختلفة بشكل عام إلى جانب هذا أنا شايف كمان لازم المؤسسات الثقافية والنقابات الثقافية والجماعيات الثقافية تدخل الجامعة لأن الجامعة فيها أعداد ضخمة وبالتالي حتى لا يستقطب الشباب مرة أخرى لازم نثقف المعتدل لازم المؤسسات تدخل إلى الجامعة بشكل أو بآخر مجموعة من الحوارات المفتوحة نشرح للناس ونقشهم ونشوفهم ما عايزين إيه وإحنا كمين الدولة وصلت إلى إيه في مشروعاتها بشكل أو بآخر ندخل المدارس عشان نحمي أولادنا من أي استقطاب خاصة في مراحلة الثانوية لأنه خلاص بقى شاب كده يخش الجامعة لازم نحدث حاجة من الحراك الثقافي على الأرض لازم مجموعة من المهرجانات اللي احنا بنشارك فيها دول أخرى يعني كان من فترة كان موجود فنون استعراضية الموجودة في إسماعيلية تيجي دول أخرى تشوفنا لازم كمان على كورنيش النيل اللي كان في القاهرة وكان في أي محافظة المينيا إن كان سهاج إن كان أصيوت لازم الناس تشوف أشكالا مغيرة لازم تشوف ثقافات أخرى عشان تعرف حضرتك ثقافتك فين الأقصر كانت عاصمة للثقافة 2017 محتاج الفترة الجاية ممكن تكون أصيوت إحنا نعمل فكرة المحافظة كل سنة نعمل محافظة لازم بشكل أو بآخر يشعر المواطن ويشعر الشاب إن في حراك ثقافي ليس مجرد ندوة هنا أو مؤتمر هناك لا أنا عايز أعمل حراك يؤدي في النهاية إلى استراتيجية ثقافية فكرية يفيد منها المجتمع المصري بكل شرائحه خاصة جيل الشباب الموجود في الجامعة أو وجود في المدارس لأنه بالمناسبة حينما نقيم مشروعات ضخمة حينما نجد تحديات للدولة نجد إرهاب لازم نصل للشباب بخطاب لأنهم بالمناسبة الولاد معظم أوقاتهم على الفيسبوك وعلى الشات وعلى ما يعرف العالم الافتراضي صحيح ففكرة استقطابه سهلة من هذه الجهة وكمان يعني بيركزوا في أنواع معينة من المعرفة وحقيقة محتاجين أن الكتاب كمان زي كل الدول تقدمت وما زالت متقدمة الكتاب هو أوفى صديق صحيح عايزين نوضح للناس اللي بيتابعونا وإحنا بنتكلم عن عقد التنمية الثقافية إزاي يمكن للتنمية الثقافية أن هي تكون شريك أساسي في إحداث التنمية الشملة اللي نفسنا أن هي يعني تتحقق بصورة متكاملة في بلدنا طبعا التنمية الشملة دي يعني شملة مجالات متعددة منها البحث العلمي منها التعليم العالي منها التربية والتعليم منها المشروعات الضخمة الكبرى اللي مصري بتقوم بها الآن وفي مشروعات يعني نقول لمصر مبروك عليها خاصة الأنفاء هل لا تصل الوادي وتوزيل الدلتا بسيناء والانفتاح اللي يحدث فيه بورسعيد وقردس والسويس والإسماعيلية كل هذا التأثير بشكل أو بآخر يحتاج إلى مسندة معرفية ثقافية فكرية لشرائح يعني شرائح مختلفة من المجتمع المصري أنا شايف أن في وزارة الثقافة فيه صندوق التنمية الثقافية في المجلس أعلى الثقافة ودوره الحقيقي في وضع استراتيجية مستقبلية في الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة لمسندة وزارة الثقافة لأنه هو العقل الحقيقي لوزارة الثقافة لوجود استراتيجية قادمة بس وجهة نظري أنه لازم الاستراتيجية تخرج من الأرض إلى المكتب مش العكس بمعنى أنه نشوف إيه الاحتياجات النقوصات لازم الكتاب زي ما حدك ذكرت أنه مش مجرد في معرض أو في عدة معارض موجودة إن كان في الجامعة أو إن كان في المحافظات المختلفة أنا لازم أوصل الفكر اللي هو الكتاب إن كان في لقاءات مفتوحة في القرى المختلفة في النجوع المختلفة لازم الناس تشعر أن هناك حراك لبنية فكرية بمعنى أنه الكتاب الآن الشباب مش لازم الكتاب يكون ورقي ممكن الكتاب يكون PDF بمعنى يكون كتاب إلكتروني بالضبط الطالب الآن من المرحلة الابتدائية حتى لغاية الجامعة بيتعامل مع التكنولوجي لازم نوصله الفكر ونوصله ما يعرف بالخطاب التنويري لأنه لو صدنا الولاد للخطاب الأحادي هنا هيحدث شكل من أشكال الظلمية فبالتالي هنعود للخلف أو يستقطب بشكله وبآخر لازم نقدم في الفترة المقبلة ما يعرف باستراتيجية التنوير طيب كان اللي هيوصلنا الجيل الموجود دلوقتي والأجيال اللي جاية كمان العالم كله بيتجه نحو التكنولوجيا بشكل متسارع إزاي نعد هذا الجيل لإحداث التنمية الثقافية المرجوة في المستقبل يعني حتى إن كان هناك إنجاز التعبير أخطاء حدثت مع الأجيال السابقة صحيح في التعليم في ربطهم بقضايا الدولة في حتى جزئية في غاية الأهمية بيعاني منها الشباب الآن وهي الانتماء ودي جزئية في غاية الأهمية طيب اللي جاية بقى يعني مش هنقول اللي فات خلاص حصل أخطاء طيب عشان هذه الأخطاء لا تتكرر استراتيجية اللي حدثت أشارت لها لإحداث التنمية الثقافية مع الأجيال اللي طالع الأجيال اللي جاية لازم منظومة التعليم أنا عارف إنه سيد الوزير طريق شوقي في التربية والتعليم إن شاء الله هذا الرجل أنا مستفشل به خيرا والمجهود اللي بيقوم به مجهودات ضخمة جدا ولكن ربما هنحتاج لبعض الوقت حتى تحدث طفرة داخل التعليم المصري بشكل أو بآخر التعليم العالي كمان إنه مش لازم يعتمد على كتاب الأستاذ اللي احنا نعانينا منه بيحدث نوع من أنواع المشاجرات حتى والخلافات داخل الأقسام المختلفة لازم الطالب يعتمد على ما يعرف بالمكتبة الطالب اللي يروح لدع وجهة نظري إن الخطاب الثقافي لازم يساهم بشكل أو بآخر لتحويل الفكر خاصة لدى الشباب إلى الفكر الناقد بمعنى إنه يبقى عندي خريجة عندي ثمرة من الجامعة أو حتى غير الجامعة حتى لو مع ديبلومة حتى لو مع معهد لازم يبقى عنده قدرة على النقد بالدال ببهنة إن هذا سيء وهذا جيد حتى يستطيع أن يستوعب لأن التكنولوجيا بالمناسبة لو سبنا أولادنا لها بشكل مفتوح إحنا مش ضمنين إيه اللي جاي بكرة وبالمناسبة حتى داعش نفسه اللي احنا دولة ضده والعالم كل ضده بشكله أو بآخر بنجد إنه بيستقطب الشباب عن طريق التكنولوجيا وعن طريق الفيسبوك وعن طريق الأدوات التكنولوجية الحديثة وبالمناسبة ده اللي بيسمى عليه العولمة اللي النمط الأمريكي بيحاول أن يفرضه على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص فإحنا محتاجين إن كان منظوم التعليم التطوير سيبدأ فيها وإن شاء الله نصل لمراحل طيبة التعليم العالي لازم أيضا يعني يعطينا خريك صالح للعمل ما يبدأش هو يدي علوم كثيرة جدا ولكن ليس لها محل من الأعراب لأنها غير مرتبطة بما يحدث على أرض مصر أنا لازم أبدأ من الأرض وانتقل إلى الكلية بمعنى إحنا عندنا مثلا مشروعات في النهضة السماكية أو في البلورة ما يعرف بالمشروعات الجديدة عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من الأسماك لازم الكليات الخاصة ده خاصة في أو الأقسام الخاصة في الكليات الطب البطري بقى عندها يعني أبحاث أكتر عندها شغلة أكتر على ده سينة والمشروعات اللي جاية فيها بتريليونات أو بمليارات لازم يبقى عندنا في سينة كليات هندسة كليات تعدين على أعلى مستوى لازم التعليم يخدم المجتمع مش العكس بمعنى أنه لازم الكليات الموجودة في التعليم العالي يعني نرصد كده مجموعة من الكليات لازم تخدم مصر بشكل أو بآخر الشق الآخر بقى هو الخطاب الثقافي وحادثنا اليوم الثقافة موجودة في كل ما قيل موجودة في الكليات موجودة في الجامعات موجودة في الشارع بشكل أو بآخر وبطمح في الفترة المقبلة أن الخطاب الثقافي يتبنى ما يعرف بالمشروع اللي قدمته حتى للمجلس النواب في فترة من الفترات مشروع المئة كتاب بمعنى أن نختار مئة كتاب من ضمن الثقافات العالمية ونقدمها للطالب المصري عن طريق كتاب الـ PDF كان في ابتداء في إعداد يفثانوي في الجامعة لازم الطالب عشان يتخرج في الجامعة المصرية يكون عبر أو عدة على هذا الجسر الثقافي هو قراءة المئة كتاب إن كان بقى في القالية إن كان في الدين إن كان في الثقافة العامة إن كان في الفلسفة إن كان في الاقتصاد نعم بنبني رؤية وبنبني اتجاه لجيل حقيقة بضغط أنت تبني جيل للفترة المقبلة لأنه مصر إن شاء الله رايح على خير واسع إزاي نقدر نعمل ده في ظل خلينا نتكلم بمنطقة صراحة تراجع اللغة العربية مع الشباب يعني النهاردة مستحيل تلاقي مراسلات الشباب بيعملوها مع بعض اللي هي وسائل تواصل الاجتماعي كلها كل الإشات اللي الشباب بيعملوها بيعملوها بالفرانكو عرب صحيح وحتى النشر اللي بيبقى على اليوتيوب أو الكلام ده بيكتبوا بالفرانكو عرب فتيجي إن الولاد يقروا اللي التانيين كانت بينها فتلاقي مثلاً العين ألف والبتعة والثلاثة والسبعة لا يعني أصدي كمان في الإراية في التواصل طبع فإحنا أمام إهدار للغة واللغة دي مفتاح هوية الهوية لكمان الثقافة حضرتك عندك ما يعرف بالتشويه وعندك ما يعرف بالتغريب اللي حدث في اللغة العربية في فترة أخيرة بس أحب أطمئن حضرتك أن اللغة العربية واحدة من أهم ست لغات على مستوى العالم وده باعتراف الأمم المتحدة نفسها ويونيسك وما إلى ذلك ولكن إحنا في العالم العربي ربما غربنا اللغة العربية وأحدثنا فيها بعض التشويه نتيجة ربما أنه عندنا تعليم يعني بأشكال مختلفة كندي وبرطاني وإنجليز وياباني وكذا وكذا ده مهم والطالب يعرف أكثر من اللغات اللي انفتاحها للغات هذا مهم ولازم في الفترة الأولى إلى جانب هذه اللغات الجميلة الأخرى اللي أحنا بنعرفها لازم نؤكد على فكرة تمكين اللغة العربية تمكينها بمعنى أنه ليس يعني نتكلم بالفصحة الموتادلة فقط في المدارس وفي الجماعات أيضا المحال التجارية لازم التشويه اللي حدث ده أنه نكتب العنوين باللغة العربية السليمة وما ياخدش تصريح إلا لما يديني عنوان ينتمي للبيئة العربية ينتمي للثقافة العربية الشيء الآخر اللي حدث في مسألة التشويه هو الفرانكو أراب ده بقى نفتعرف مين اللي عمل ده هتلاقي فكرة العولمة يعني العولمة اللي احنا عاشينها ولا نستطيعها بالمناسبة أن نحيد عنها ولكن اللي احنا بنعمله دلوقتي أنه نعلم بشكل أو بآخر في مراحل التعليم المختلفة كيفية التمسك باللغة العربية بأنها انتماء بأنها هوية بأنها أمة بلازم تعيش بهذه اللغة لأنها ليست مجرد مجموعة من الألفاظ لا لأنه لو حصل هذا التغريب واستمر الشباب عليه والفئات المختلفة عليه هيحدث نوع من أنواع العزوف عن الحرف العربي وبالتالي ضعفة اللغة العربية وبدأ الانتباء هنا للحفظ العتين ودي لغة القرآن الكريم طبعا ولغتنا كعرب مسيحيين ومسلمين بمعنى أنه أنت بتنتمي الأرض نعم وتنتمي الأديان وتنتمي للثقافات ولكن لازم نؤكد للشباب بشكل أو بآخر بقى وده اللي حدك ذكرته في الأول خالص بلغة شبابية لأنه بساعات حضرتك بتصدر للشباب خطاب أمر أو خطاب متعالن أو خطاب نخباوي لا لا هو يعني أنا كل ثقاف أن شبابنا عقلياتهم وتفكرهم بتفوقنا الحقيقة ده ما فيهاش كلام طبعا ولما تناقش مع أي شاب بتجد أنه لا يعني عنده وعي وعي بس هو يقتنع بالكلام بس عايز أأكد اللي هو لمصلحته ومصلحت بلده أريد أن أؤكد بس بجملة النحرك بتقول أن الشاب المصري بخير أنا عايز أأكد أن الشاب المصري بخير المبدعين من الشاب المصريين بخير وربما أنا اشتركت مع وزارة الشباب في أكثر من دورة في مصابقة إبداع لبتقيمة وزارة الشباب ومصابقة مهمة جدا لكل الجماعات المصرية المعاهد الجماعات الخاصة والحكومية وشفنا شباب ممتازين وبيقرؤون بالعربية الفصحة الجيدة بس إحنا عايزين ده يبقى مش الصفوة زي ما يقولون من الشاب لكن القعدة ده بقى ضوء مؤسسات كاملة مش وزارة الثقافة ولا التعليفة كل الناس شركاء في هذا التأسيس اتشرفت جدا بقاحناك دكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بني سويف ووكيل وزارة الثقافة الصابق تحياتنا لحضرتك شكرا جزيلا مشاهدين انتهت فقرتنا الرئيسية فاصل وهنرجع لكم لسه فقراتنا مستمرة معاكم في أيامنا اشتركوا في القناة